في سؤال مشاهدي قل غرم من أسطورة الأهلي إذا الهلال سالم الدوسري والنصر ماجد عبدالله والاتحاد محمد نور الأهلي مين؟ والله يبدر بصراحة فيه نجوم كبير مرة على الأهلي ولكن خليني أقول لك أنا بالنسبة لي أنا أشوف خالد مسعد أسطورة من أساطير كرة القدم في المملكة العربية السعودية قد يكون ما أوفق ببطولات كثيرة مع النادي الأهلي لكن كمستوى فني خالد مسعد عالي بشكل كبير بشكل كبير كابتن إبراهيم طبعاً إبو بدر أول شيء السؤال اللي قبل تقول لنت وش الوقت اللي فاز فيه الاتحاد وكان الأهلي أفضل في مباراة بس أبيكم تساعدوني في ذاكرتها اللي أعتقد في عام 82 أربعة صفر للاتحاد في وقت كان الأهلي مكتسح وكان الأهلي هو الأقوى وكانت نتيجة غريبة هذا كلفوز أما في وقت منافع أخي حامد الاتحاد فريق قوي مش زي الاتحاد اللي كان في الثمانينات لا يقارن بفريق الأهلي أتوقع أن هذه المباراة كانت مفاجئة لأربعة صفر للاتحاد سيد إبراهيم أنا أتكلم لك ذيك الحقبة ترى الأهلي كان فيها من أقوى نطرق الجعل أنا كنت عايشها ترى كنت موجود فيها ذيك الفترة كان عز الأهلي يعني أنت اليوم لما ترجع المسيرة الأهلي في السنوات الأخيرة اللي أنا أتكلم عنها الحقبة ذيك ترى الأهلي كان مكوش كان الأهلي تصدر الدوري كله كان الدوري نظام المربع الأهلي في أكثر من الدوري كان هو المتصدر ويخسر كان ينيمك بدري لا كان متصدر الدوري لا الاتحاد ذيك سطوة ذيك سطوة الاتحاد شوف أنا أتكلم أبو بدر ذيك الفترة كنا نتكلم إحنا كالتحاديين صراحة أنا أكلمك بأنه الست نقاط مضمونة يعني للأمانة كان الاتحاد لو في أسوأ حالات كان يفوز على الأهلي فجأت فترة اللي ما بعدها اللي هو تسيد فيها الأهلي اللي ما بعد الفين وعشرة أما قبل أبو بدر كان الاتحاد لها السطوة وهو في عزة الأهلي في مباراة قبل مباراة سيرجي وحسين عبد الغني وتيسير النتيف هذه المباراة كان الأهلي كل نجوم المنتخب من الأهلي والأهلي متصدر محمد شلية حسين عبد الغني خالد الشنيف بس عام كم عطونا تواريخ مباراة أربع اثنين اللي كانوا يسموها المسحب الحرار مربع دائم أي بالضبط لأنه كان الأهلي متصدر طوال الدوري وماهر الكنزاري ودايم فاي وفاز هذه كأتقد المباراة اللي كانت فيها يعني ما في ندية ومع ذلك فاز العبيدة الدوزري كان مع الأهلي برضو يعني الأمير استقطب كل لاعب في المنتخب السعودي الأمير محمد العبدالله الله يرحمه استقطب كل لاعب في المنتخب كان فيها مبادر لما تيجي خط دفاع الاتحاد من فيه تكلم أحمد جميل خليوي رحمة الله عليه المجموعة هذه شوفوا مباريات باهجة وكومات يعني تيجي أبو بدر المسيرة الاتحادية النجوم يعني دائما يكون الاتحاد مميز فيها طيب يا عنده هداف على مستوى عالي وعنده مدافعين على مستوى عالي عبدالعزيز على الهاشتاغ يقول يا وليد إذا أنا أختلف مع غرم أنا أشوف أن عمر السومة يلي تسأل ضيوفك تفقون معي ولا لا عمر السومة هو نجم التاريخي لنا ندل لا لا بدنا عمر السومة تكلمت عن مهاجم أجنبي صحيح ما أحد ينكر مسيرة عمر السومة ولكن في تاريخ النادي أهلي كم إمكانيات لا قد يكون يودر في ناس كثير ما لحقوا خالد مسعد كويس خالد مسعد على مستوى عالي تقدر زي ما تتكلم مثلا عن يوسف الثنيان عن فهد الهريفي عن ماجد عبدالله عن سامي الجابر الأسماع الأساطير الكبير هذه خالد مسعد لا شك أنه أحد هذه الأساطير السعودي أحمد شب